والسلام على سيدنا محمد عبده الذي اصطر رضوان الله تبارك وتعالى عن آله وأصحابه إلى إمة الهدى وعما انتبعهم وسارى على مكتنه إلى يوم الدين وعلينا معهم يا رب العرح العظيم قال الله تعالى في سورة النساء ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فدخلا قال أهل العلم رحمه الله تعالى من المفسرين نزلت هذه الآية في اليهود والنصار حينما قالوا يوما نحن أبناء الله وأحباءه وتعلمون ماذا عقب رب العزة على كلمتهم كله لما قالوا نحن أبناء الله وأحباءه عقب رب العزة فقال قل فلما يعزبكم بذنوبكم حبيبي بعقب أنت حبيب الله يعقب يسامح قل فلما يعزبكم بذنوبكم والأنتم بشر ممن خلق تذكرون قاعدة لطيفة ذكرها أهل العلم قد بيّنتها فيما سبق أن العبرة بعموم اللغة لا بخصوص السبب ومعنى هذه القاعدة أن هذه آية كريمة من آيات القرآن قد يكون لها سبق نزول لكن لا يعني سبق نزولها والقصة التي جرت فيها أن هذه خاصة مقتصرة على هؤلاء ولا يتعلق لباقي الناس بها حكم أو فائدة ينتفعون بها فالقرآن في كل جزء من أجزائه ومقطع من مقاطعه وكلمة من كلماته فيه نفع لجميع عميل الله إذن الله تعالى هنا يستفهم فيما يسميه أهل العلم بالعربية استفهاما استنكاريا يستفهم عن فعلهم مستنكرا هذا الفعل ألم ترى والخطاب في الأصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده لكل عاقل مؤمن ألم ترى إلى فعل هؤلاء ألا تعجب إلى هذا الفعل الشميع القبيح ما هو يا رب قال الذي يزكون أنفسهم والتزكية هنا هي المدح والتعظيم أن يمدح الإنسان نفسه ويعظمها ومثل قوله تعالى في سورة النجم فلا تزكوا منفسكم هو أعلم من التعظيم فالتزكية هنا إذن هي المدح والتعظيم لما أقول ذلك لأن التزكية في كلام الله وعند العرب الذين نزل كلام الله بكتابهم نزل كتاب الله بكلامهم وبطريقة لغهم عندهم التزكية لها معاني كثيرة أحدها هذا المعنى وهو المدح المدح وأحدها تهديم النفس ومنه قوله تعالى قد أفلح من زكاه ولعل الإنسان الذي لا يتمعن يرى أو يظن تعاوضا بين الآياتين لأنه لم يفهم أن كل واحدة من التزكية لها معنى مختلف عن الآخر فالتزكية هنا هي المدح والتعظيم للنفس أما التزكية هناك في قد أفلح من زكاه هي تهذيبها وتربيتها وإبعادها عما حرم الله فمن هذب نفسه ورباها وأبعدها لعما حرم الله فذاك المفلح وقد خاب من دساها ودساها أصلها دسسها أي أبقى أخلاقها الزميمة مجسوسة فيها فلم يهذبها ولم ينقيها ميها إذن الآية هنا تستنكر وتعيب على من يفعل ذلك ألم تر إلى هؤلاء الذين يمدحون أنفسهم وقلنا أنها نزلت في أولئك الذين افتخروا وانتسبوا إلى أنهم أبناء الله وأحباءه حزورا وبدانا العنقل المؤمن يقف عند هذه الآية مليا أأنا ممن يستنكر الله عليهم ويعيب عليهم هذا الفعل أأنا ممن يقول كلما سنحت لي الفرصة الحمد لله أنا بقر جزء القرآن لماذا تقول ذلك؟ الحمد لله بصمتين وخميس طيب لمن تقول ذلك؟ الحمد لله ما بقطع صلاة الجماعة في الجيمة الحمد لله تميت أضرني وأبوه إلا ماتوا الحمد لله تعالك تقصد أن يبيرك يفرك ابنك فيما بعد فلا تزكوا أنفسكم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء لا تمدح نفسك انتظر من الله أن يمدحك قال الله يعني تنزل القرآن جديد حشر الله قال كيف يمدحني الله عسى وجل إذا ألقى لك القبول بين أيدي الناس وفي قلوب الناس فذاك أعظم متحن من الله عز وجل كلنا نعلم ونسمع ونرى ماذا يقول عموم الناس في فلان؟ قلون أعوذ بالله عفنا منه أعوذ بالله من هذا الرجل هذا إساء مفتري هذا غشاش هذا كذاب هذا مخالع وفلان عموم الناس كل إنسان يعني سيدنا رسول الله سيحتي مفترول يقول وهذا إنسان سيء وهذا ما ذكره القرآن لكن بشكل عام العقلاء ماذا يقولون في هذا الإسان؟ قلن لك ماشاء الله والله الإسان صالح والله الإسان ضيب ما لمس منه إلا الخير ما شك منه إلا التقوى ما عمل الناس إلا بالمودة كذا 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 هذا مدح الله الله ألقاه على عبيد الله فلا تقوى منه بل الله يزكي من يشاء انتظر من ربك أن يكرمك بذلك أما أن تعرف عن نفسك وتمبح عن نفسك الحمد لله أنا ختمت القرآن عملي عشر سنين ويستحبون وضعت الأولياء فيها من شاء أسرع طيب لماذا أنا أعجب كثيرا بين الناس حينما يمثل لماذا تذكروا هذا عن نفسك تذكرون أنني حدثتكم يوما عن سيدنا أبنوسى الأشعري رضي الله عنه الصحابي الجليل وذا كأنه كان بعد وفاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزمن يحدث بعد أصحابه من التابعين عن شيء مما صنعوه في عهد النبوة وكان أن حدثهم عن غزوة ذات الرقاع فأخبرهم أنهم قد لفوا الخرطة على أرجلهم لأن أرجلهم قد تنقبت من كثرة المشي وليس عندهم شيء من الأحذية يلبسونها فانقطع الحذاء وليس يملكون شيئا يشترون به حذاء وكان يلبسونهم لشدة الفقر فمشوا بأرجلهم الحافية على الأرض فتنقبت أرجلهم فلفوا عليها الخرط فسنيت ذات الرقاع جمع رقع حدثهم بذلك ولعلهم كانوا قد سألوه عن هذا ثم قال لهم أستغفر الله وجعل يقول لماذا صنعت؟ لماذا صنعت؟ يقولوا هاتا بينك وبين نفسك ففهم أصحابهم ما يريد قالوا خشي أبو موسى أن يكون عملا صالحا من عمله أفشاق للناس قالوا شو يعني؟ يعني هو يريد أن يعرفه الله لا يعرفه الناس هو لا ينظر للناس لكي يزكي نفسه عليهم أنا صحابي جليل فعلت وفعلت وبذلت وجاعت وعملت خشي أن تكون نفسه قد لعبت فحبت أن تزكي هذه النفس أمام الناس فيظهر فطه وعمله وما بدله فترتفع نفسه وتشرئب ويرى نفسه خيرا من غيره فيدخله الرياء فيضع زواب العمل عليه خشي ذلك فجعل يحوض لي كل حوض ولا قوة إلا لله ويسترجع إنا لله وإنا إليه راجع أكد العبد المؤمن يا أيها الكرام لا ينظر إلى الناس قال يا أنا أعيش مع الناس أنا ما قلت لك أن تعيش في جوه مختلف عن الناس ولكن حق الشأن في نفسك أتريدهم أن تريدوا ربوان الله عليهم انفر ألم ترى لالذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يفلمون فتيلا وختم الآية بهذا التعبير العجيب شيئا ما هو إلا كلام مواقع الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خطل قال إيه إيش معن هذا الخطب العجيب هناك ولا يظلمون فتيلا هذه إشارة لمن يفتم الإشارات قال إلى ما يشير أنا خبرت عملي ولم أزكي نفسي على الناس ولم أهتم بالناس أمدحوني أمذموني ولم أعرفهم بأعمالي صالحة ولم أعرفهم بأعمالي صالحة فلعل نفسي تقول إيه طيب يا أخي إيه طيب ثواب عملي ألم ينقص مثلا أنا لا أحد يعرف بعملي كذا كذا ألم يضيع علي شيء لا إن الله تعالى هو الذي يراك ويعرف كل عمل صالح صغيرا كان أو كبيرا تفعله ويوم القيامة سيكافرك عليه فلا تحزن إن عرف الناس بعملك الصالح أو لم يعرفه فإن الذي يعرف عملك الصالح سيكافرك عليه وإن كان فديلا فلا تخف قال إيش الفتيل الفتيل هو النواة الرقيقة التي تكون في وسط أو القشرة الرقيقة التي تكون في وسط النواة النواة هي عجمة التمح في وسطها عند شقها هناك قشرة رقيقة جدا لا تزل شيئا ومن رقتها تزول في أصابع الإنسان حينما تكون القيامة لم تظلم فتيلا صنعته ولم يعرف به أحد من الناس ولم يستحضره أحد من خلق الله أنت ألن تكون قي قصدت وجه الله قال نعم إن شاء الله فلن تظلمه ولن يضيع عليك فهذا التعقيم الرباني يشير إليك لا تلتفر إلى الناس عملك محقول أجرك ثابت لن يضيع أنت تقصد الكريم والكريم لا يظلم فتيلا سبحانه ثم قال انظر كيف يفترون على الله الكذب حينما يزكي الإنسان نفسه فكأنه يقول بفضلي بقوتي بعلمي بذكائي باشتهادي فعلت هذا كذب على الله وافتراء الله سبحانه وتعالى قال ولولا فضل الله عليكم ورحمتهم ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشير تختخير؟ بماذا؟ بمكيعات تركعها بين يدي الله من يعطاك القوة؟ من يعطاك العقل لتدرك ثم تركع؟ من حبب إليك العباد حتى تركع؟ من حبب إليك العباد حتى تركع؟ وأخوك الذي بجانبك لا يصلي أبدا من؟ انظر كيف يفترون على الله الكذب؟ تنسبون الأعمال إلى أنفسكم؟ والله تعالى هو الذي خلقك وخلق العمل معك؟ وأكرمك به؟ وشرفك؟ وجعل يسلك بك سمول الهداية؟ فلا تنسب شيئا إلى نفسك قل ذلك فضل الله يمتيه من يشانك أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه هم يجعلون قبل الثماني راتف احسنه ثم��ację راتف احسنه مكنك ثم جهد راتف احسنه